التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطانة عمان والوفد المرافق له تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطانة عمان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول لقاء عددا من الموضوعات الذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الرسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعمانية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكري العماني بالقاهرة